السلام عليكم الزينات ان شاء الله تكونوا كامل بخير اليوم جبتكم سبلي من اروع ما يكون سبلي الرشاء اللي راهو تندنس اول حاجة عندي 250 جرام تاع المارغارين انضيف لها كاس تاع السكر الناعم وانضيف لها ثنين حبيت بيض كاملة راح نضيف لها ملعقة صغيرة انتاع ليكيد انتاع لافاني ومن بعد نضيف لها البخاليني ملعقة كبيرة حياطينا البنة وياطينا اللون للعجينة انتعنا تقدروا تستبدلوها بالتوفيا كرامل ونضيفوه ثنين ملعقة كبيرة اهنا يضفت اثنين ملعقة كبيرة تاع المايزينة مع ملعقة صغيرة مع مراملحن تاع لافاني هذية باش العجينة تاعنا تجينا منكهة والعجينة تاعي انطمها بلافاغين بيسوق حتى نتحصلوا على عجينة تكون طارية ومتكونش يبصاها كباش تصبلي تحكم ميت فتتلكمش وميديكمش في المذاق ابني لازم يديكم اهشيش هكذا لازم عليكم انكم العجينة تكون طارية نبسطها فوق كيس بلاستيكي باش يعاوني اني نرفدها بيكل سهولة نجيب هذا المول هذا يا انتاع اللوزة ونبدأ نطبع يعني نطبع ونطلع المول ما نبقاش نحرك فيه حكا باش صبلي تاعي ما يتكمش نديروها الطبع ال 180 درجة ونروحو انه نحضرو الكريم انتاعنا اللي فيها 100 قرام انتاع لامرقارين مع ثنين ملعقة كبيرة تاع السكر ناعم ما تكثرو السكر ناعم مع ملعقة كبيرة انتاع البخاليني واذا ما عندكمش استبدلوها بتوفياء كراميل ولا تقدرو تديرو فقط عطر الكراميل تطلعو مليح بالباتوخ حتين الكريمة تاعنا يضعف الحجم تاحا وما من لون تاحا يولينا فاتح كي ما راكم تلاحظو نخليوها بجيه ونجيبو صبلي تاعنا اللي نكونو خليناه ابرد تماما وتقدرو تديروه في الثلاجة لانه اذا يعني حشيتوه بالكريمة راح تسيح معكم لانه هي ما فيهاش فيها غير الزبدة وسيوك غلاس وكامل يعني كي يتعرضو الحرارة يذوبوه بسهولة مع انها لازم صبلي تحكم يكون بارجتا اهنية تحشوها بهذيك شوكولاة تختيني ولا بواش حبيتو تقدرو فقط تلسقوها بالمعجون بالتوفيه كغامل يعني بواش حبيتو فواله اهنية جبت شوكولاة اللي كنت ذوبتها الحمامائي وزيت لهاثنين ملاعقين تاع الزيت وجيت نقلاسي لقاطو تاعي اللي كنت ديجا بعد ما نسقت وخليته يجمد في الثلاجة وفي الحواف هكا زينتو بلانوات كوكو الشكل التاعو يجيب السفش باب وهذا الريشة اللي كنت يعني اه يعني ذوبت شوكولاة على الحمامائي ودرتو في ليمون خرجونا هذو الريشات كنت ديجا شاركت معاكم يعني الفيديو كيفاش نخدمو هذو ما الريشات وهنا عندي ناكري لكيد راها يعني يتباع لكيد 40 ميل تزينو به في الحوافن تاع هذيك الريشة الشكل تندنس راهو بزاف تندنس في هذ العيد شاء الله هتجربوه ويعجبكم تشاركوني ارأكم سلام